في المغرب خرج مئة المتظاهرين بعد صالة الجمعة في وقفات احتجاجية حاشدة تنديدا بمواصلة الاحتلال الصيوني جرائمه في فلسطين ولبنان ومع تجديد الدعوة لإسقاط كل أشكال التطبيع واتفاقياته المشؤومة مع الكيان ورفع المشاركون في الوقفات التي دعت إليها الهائة المغربية لنصرة قضايا الأمة شعارات مناهضة لنظام المخزن مطالبين الحكومة المغربية في الجمعة التي أسموها جمعة الغضب بتراجع عن التطبيع وعن التواطئ والدام